سريعا نروح لزملتنا دينا شرف مجز لها مؤخر الأنباء شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش مجز الأخبار من التفزيز المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطورة خطوات التصعيد المستمر في المنطقة التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع مشددا في هذا الصدد على المسؤوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه توصل الاتفاق ينهي الحرب الجارية في قطع غزة بما في ذلك العنفل والتصعيد الذي تشهده المدفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون خارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وفي لقاء آخر مع وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن أكد الرئيس السيسي الضرورة القصوى لتغليم مصار التهدئة والتوصل الاتفاق يتم بمجابه وقف إطلاق النار بقطع غزة وأتبادل المحتجزين بما يسمح بإنقاذ الأهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها هذا وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مصار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صح لما تدورته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية موضحا أن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في حراء النقبة كما نفى المصدر وجود أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي أصفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال ونساء بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين وأشارت دفاع المدني إلى أن مجزرة مواصي خان يونس واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريش الحرب في غزة بأنها أسوأ حرب شاهدها في حياته وقال جتيريش أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في غزة وأضافه جتيريش أنه من غير الوقاعي الاعتقاد بأن تلعب الأمم المتحدة دورا في مستقبل غزة سواء عن طريق إدارة الإقليم أو توفير قوة حفظ سلام لأنه من غير المحتمل أن تقبل إسرائيل بدور للأمم المتحدة على أحد قوله أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة تابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابت أربعة أشخاص جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل كما نفذت مصيرة إسرائيلية غارة ثانية على البلدة هذا وتعرضت بلدة كافر كالا لقصف مدفعي إسرائيلي بقضائف الهون يتواجه الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كاملا هاريس اليوم للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقرر بعد أقل من شهرين وقد ظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لأرأي الناخبين أن الفارق بين المرشحين ضئيل بحيث يمكن أي منهما أن يفوز بالرئاسة في الخامس من نوفمبر المقبل ختام ومجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر